موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم أدنت مصر الهجوم المدفعي وبالمصيرات الذي تعرضت له عدة مناطق بإقليم كردستان العراق من جانب إيران والذي أصفر عن سقوط ضحايا وجرح من الأبرياء في تعد سافر على سيادة وأمن العراق وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية على رفضها المطلق المساس بسيادة العراق مؤكدة على ضرورة الحفاظ على أمن وسيادة وسلامة العراق الشقيق ضد التدخلات الخارجية شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي البحث الرئيسي لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان تنمية وتطوير الشخصية العسكرية داخل المجتمع العسكري في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة المزيد في سياق التقرير التالي اشتركوا في القناة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البحث الرئيسي لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان تنمية وتطوير الشخصية العسكرية داخل المجتمع العسكري في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثي 2022-2023 وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من دارس الكليات والمعاهد العسكرية والخبراء الاستراتيجيين وألقى لواء أركان حرب ياسر عبد العزيز الأسريقي مدير إدارة الشؤون المعنوية كلمة قدم خلالها الشكر لقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بمنظومة العمل المعنوي والنفسي للقوات المسلحة مشيرا إلى أن أهمية هذا البحث تأتي في ظل التحديات والمتغيرات الراهنة شارك في إعداد البحث نخبة من الباحثين العسكريين والمدنيين في العلوم النفسية والاجتماعية وانتهى البحث بتقديم عدد من التوصيات والمقترحات لتنمية وتطوير الشخصية العسكرية بما يواكب كافة المتغيرات والتحديات وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور مقدما الشكر لإدارة الشؤون المعنوية وكافة القائمين على إعداد البحث كما أكد على حرص القوات المسلحة على الاستفادة القصوى بأحدث ما وصل إليه العلم بمختلف التخصصات والعلوم للارتقاء بالشخصية العسكرية بما يمكنها من تعظيم المردود الإيجابي خلال التفاعل المجتمعي واستمع القائد العام للقوات المسلحة لأراء واستفسارات الحاضرين وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية مشيدا بما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومي المصري التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع وفد المجموعة الدولية للبحوص الزراعية وذلك على هامش فعاليات مؤتمر مناخ كب 27 وأوضح وزير الزراعة أن مصر لديها العديد من المراكز العلمية والبحثية الرائدة في مجال البحوص الزراعية وعلى استعداد كامل للتعاون مع النظام الجديد لإدارة المجموعة الاستشارية للبحوص الزراعية الدولية للعمل سويا لتنفيذ وتطبيق مخرجات قمة المناخ فيما يخص محور الغذاء والزراعة والعمل على تحقيق أهداف مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام أكدت وزيرات التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تمدي قدما في اتخاذ العديد من الخطوات نحو تنفيذ التعهدات المناخية بما يتصق مع أهداف مؤتمر مناخ ويعزز جهود التنمية الصديقة للبيئة موضحة أن برنامج نوفي يقوم على مبادئ رئيسية هي التزام قوي من قبل الدولة بالتحول الأغدر والوضوح في صياغة المشروعات والمصداقية وهو ما يكسب العلاقة مع شركاء التنمية محورا هاما جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة التي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبية والتي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر مناخ